احنا المرة اللي فاتت كنا اكتلمنا عن ان فيه شخص ما اسمه ماكس بلانك كان اكتشف ان اللايت على عكس ما الناس كانت فاكر زمان ان هو كان كونتينوس الاكترو مجنينتي كويف لأ تطلع ان هو فوتون وسمى كوانتا اوف لايك وبدأ علم جديد اسمه المودرن فيزيكس او كوانتا فيزيكس فاحنا هنشوف دلوقتي بس زي ريفيو ككمبارزون ما بين الكلاسيكال فيزيكس والمودرن فيزيكس الكلاسيكال فيزيكس او اللي بالنسبة لللايت كان اسمها ويف سيري كانت بتقول ان اللايت دوت عبارة عن ويفز والويفز دي كونتينيوس الانito ميطة كل دي كوميد وفيزيكس كانت بتقول ان الانرجي بتاعت الراديشن بتاعت على الانتنستي بتاعتها بتاعت على سكوار الامبيتود انما المودرن فيزيكس او الكوانتم كانت بتقول ان الوايت دوت متكون من حاجات اسمها فوتون يعني دوت كده عبرها عن كونتينيوس ويف انما في المودرن فيزيكس قالت ان هي بتتكون من ايه من فوتون كل فوتون الانرجي بتاعته ايكوال اتش نيو انما بالنسبة لالكلاسيكال سيوري كانت بتقول انها مش ديبندا على الفريقونسي خالص الانرج ديبندا على مين على الانتنستي فيها اي مشكلة حل هنا قال ما ليش دعو بالامبيتود خالص بتاعة الوايف انا كل اللي ليش دعو به ان الانرجي depend على الانرجي ودي الانرجي بتاعتوين فوتون بس والانتنستي depend على النمبر الفوتون يعني كل ما النمبر الفوتون دول يكونوا كتير يبقى معنا كاها انتنستي او شدة كبيرة نمبر الفوتون زوليلا يبقى الشدة اقل يبقى تاني لو عندي لمبة مطلعة ريس اللمبة ديت او الريس ديت بنقول ان هي عبارة عن بيتكون من كلاسك اليك اونا بنقول ان هو كنتين عس الالكترو ماجنيتك فيه انما مودرن اللي اكتشفو بلانك واللي قلنا ان هو يعتبر اصح عبارة عن فوتون حاجات صغيرة كده كتيرة جدا اسمها فوتون فوتون زي قلنا اللي هو المكون المكونات بتاعت اللايت الانرجي بتاعت كل فوتون اتش نيو والاتش دوت اللي هو بلانك اللي هو 6.625x10-34 جول دوت ساكن في صغيرة او المودرن كنا عنا ان فيه رول مشترك ما بينهم المهمة الاتنين ان يعني بتاع الفوتون والفريكونسي بتاعتها سواء انا بتكلم عن فوتون او سواء بتكلم عن كنتينو سواء امراسي مع بعض. والكونسونت الفروبورشنالي اللي هو السي اللي هي عبارة عن سري طايم استيم فور ايه متر برساك. في البلاك بادي رادييشن كنا بنقول ان اي بادي بنعمله هيتين بيبدأ يطلع رادييشن من نفسه. عند كونستان تيمبشير في ديستريبيوشن ما بين الويفلنكس وما بين الانتنينيسي. لانه هو عند تيمبشير واحدة مش بيطلع فريكونسي سابتة. الكورف بيطلع كده. الكورف بيطلع عنده بيك بالمنظر دوت. الويفلنكس بتاع بيك بتاع رادييشن. ده اللي هو الويفلنكس الماكسيمم ده اللي هو بيقبيه او فينز لو كان في نسبة الويفلنكس. كان بيقول ان الويفلنكس مع التيمبتر in kelvin scale. اللي هو كل ما بيزود التيمبتر يبقى دوت بيعمل ناحية الشورتر ويبقى. كلاسيكال سيوري كان بتطلع داتا ما بتعملش مع الاكسبرمينتال داتا غير. في الفيري لونج ويف لانسيز بسا. يعني عند اللونج ويف لانسيز تلاقي الداتا الكلاسيكال والاكسبرمينتال اولموست فت. انما عند الشورت ويف لانسيز بيحصل ايه? انفتنج للداتا او بيحصل كتاستروبي. اللي احنا سميناها الترافايلات كتاستروبي اللي هي المصيبة او الكارثة اللي بتحصل بالالترافايلات. عشان خاطر اللي اتنين ما بيبقوش اه متابقين مع بعض. خلاص. في ايه مشكلة? انما اللي هي بتعمل بتعمل مع الاكسبرمينتال داتا. تمام? يبقى كده قلنا مين اللي صح? او ايه مشكلة? يبقى معنا كده انهي لقى صح ان اللايت عبارة عن الاكترو ماجنيتك ويف كونتينيوس. واللي عبارة عن ديسكرت فوتونت. ديسكرت فوتونت اللي هي عبارة عن تغيره. خلاص? او يعني هو هو الفكرة في ايه? الفكرة في ده اللي انا خدت هقوله المرجع ان شاء الله. اتسبقاتي الاحداث بستمشاف. الفكرة في انتي بتبصي لانا دلوقتي كمحمد فاروق. خلاص? بتقولي هو بيتكون من ايه? كهيومان بادي. والله او رجنز مسل صح? بعدين كل او رجنز بيتكون من ايه? تيشوز. كل تيشو بيكون من ايه? بيكون من سلز. طب هو الصح انه هو بيكون من تيشوز ولا بيكون من سلز. الاتنين صح? طب انتي لو بصيتي اكتر هتلاقي ان انا السلز دي جواها ماتيريالز والماتيريالز بيتكون من اتوم. يبقى انا بتكون من اتوم. صح? طب ما من جوه اكتر ان انا بتكون من اه اسمه ده اه بروتونز ونيوترونز واليكترونز وكده. هو الفكرة في الاسكيل. واحد هيقول لا ده بيكون من واحد هيقول لا ده بيكون من اتوم. ده اللي احنا كنا هنتكلم عنه المرة اللي الجايه. ان بس هي بتفضل صح في الماكروسكيل. مجرد ما بنخش في الماكروسكيل ما اقدرش اتكلم عنه. ما ينفعش ان انا امسك جسم انسان واشوف انتراكشن ما بين فيروس والجسم. واشوف الانتراكشن مع الجسم كله. لازم اشوف الانتراكشن مع سل وحده. لان الفيروس بيخش على سل ويتعامل معه. يبقى لازم ابص على سل. تمام? انما امسك بني ادم مسلا احطه جوه تحت الشمس شوية سخانه وكده. مسلا. او جوه فرد مسلا. فلا هتعامل معه كل هو كله على بعضه بتاعته بتزيد بيقول لها كده. وخلاص. مش عادة امسك تل سلوة اشوف بيحطة الله ايه. فهي حاجات زي كده. خلاص? مع الارتري اجزامبل تاني غير ان انا اقلع في شخص ما ايه. يعني اللي جيف بقى ليه في سرعة. هو الكاتاستري فيه ديه ان فيه للداتا او ان الداتا مش في الجزء بتاع الالتراكشن. يعني احنا قلنا ان هنا بيبقى الجزء التراكشن وهنا الفيزيبول. وهنا او الفيزيبول مفيش فتنج بس مش كاتاستريفك. يعني هو اه اسمه ده الطغير. في برضو يعتبر مش اللي هو الواو. انما في الالترافايلوت كبير جدا. يعني هنا كانوا بيقولوا ممكن يكون ده بس عادي فبيمشروع عادي. انما هنا لا ده مش يعني بيقول لك ده كارسي ده مش يعني فعشان كده هو قالوا ان هي بتحصل في الالترافايل او هو لقوها طلع في الالترافايل. فلانكس لما جاي قال ان الانتنستي ديبيند عن نمبر افاليكترون اي سوري نمبر افوتون مش الامبتوت او 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 الانيرجي. فقال ان دلوقتي السرم الانيرجي اللي هي او الفايبريتنج انيرجي اللي موجودة جواه البادي بتتحول الافوتون بسعب? فبتطلع ان اتش نيو فيها مشكلة? فاحنا قلنا ان ان الان والإتش نيو اللي هي الانيرجي بتاع كل الفوتون مع بعض. يبقى انا دلوقتي لو وهو هتبقى الان سيبقى الانيرجي اللي هي الاتيرمل او في الاتش نيو. وقلنا ان الات بتعتبر كونستانس ات ترمال اكليبليم يعني لو تيمبتشرك بتاعت البادي كورستانس. وانا لو الـ Frequency زادت يعني معنى كان الـ Wave Lens اقل يبقى معنى كان الـ Number of Photons اللي هتطلعه هتبقى اقل يبقى الـ Number بتقل يبقى معنى كده ان الـ Intensity بتقل يبقى داك كده اقدر اقول ان هي Proportional مع وان over Frequency صح؟ ودية اقدر اقول ان هي Proportional مع الـ Number of Photons فهو الـ Number of Photons هتقل لما الـ Frequency يحصل لقي تزيد يعني One over Frequency في اي مشكلة؟ بس فهو الجزء دا بيفصل الجزء العشمال طبعاً فيه Equation لـ Plank Distribution اللي هو مدخل الـ Distribution القديم مع الـ Distribution الجديد بطريقة تعتبر اسمه داك Statistical شوية نخش في الجديد احنا هنتكلم على اثنين Phenomena التوفي نومنس دول مرتبطين ببعض مرتبطين باننا لو جبت كاثد وانود ده كاثد وده انود كاثد هتصطلو بـ negative potential والانود هتصطلو بـ ماليش دعا بالكاثد والانود اللي في الـ chemistry عشان ساعد بيبقوا مقلوبين انا هنا عندي في الـ physics اللي بيطلع منه الـ electron هو يعتبر الكاثد بالنسباتي خلاص ساعات في الـ chemistry بتلاقيها العكس على حسب انت جوه آآ سل اللي هي electric cell اللي هي بتطلع electricity ولا سل اللي هي بتعمل electrolyte بتفرق دي بتبقى عكس دي خلاص زي انا دلوقتي battery battery من جوه ده الـ negative فانا لما شوفت من برا بقول ان negative دوت هو يعتبر الكاثد ان هو اللي هيطلع electron انما في الـ chemistry انتو بتشتغلوا جوه السل نفسها ساعات ساعات وساعات يعني لو بتعملوا يبقى برا السل لو بتعملوا مثلا ولا مش عارف ايه يبقى انتو بتشتغلوا جوه السل فيبقى الـ من الـ negative من الانود للكاثد فيبقى الانود هنا هو اللي بيطلع electron انا مليش ده بي اللي في الـ chemistry انا في الـ physics باشتغل برا فانا بالنسبة لي دايما في الـ physics اللي بيطلع electrons هو اسمه خلاص في الـ chemistry ساعات الموضوع بيتقلب مليش ده دلوقتي الانود هيبقى الكاثد هيبقى هل هل الـ electrons هتقدر تطلع من الكاثد للانود اه ولا لا وليه خلاص كله نزل ايدو الـ ده فمش هيعدي انا بتكلم عن potential صغير كنا شوفنا في شابتر سري ان لو potential كبير قوي 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 فيقدر انه هو يعمل لـ الـ ويعدي الـ يعني انا بتكلم عن potential صغير يبقى هلو كده بالمنظر ده هيقدر يعد الـ electricity لا طب انا اقول لكم على حاجة احنا نعمل vacuum tube يعني كده مفيش اير الـ vacuum بيقدر الـ electrons تمشي فيه اوه وتقدر تمشي فيه عادي المشكلة يعني تقدر يمشي فيه electricity يبقى كده لو حطيت اميتر هيمشي في كارنت ولا لأ ليه انها اللأ برضه ليه انها اللأ برضه هي دي بقى المشكلة اللي احنا هنتكلم عنها دلوقت ليه مع ان الـ medium اللي ما بين الكاثد والالود يعتبر مش insulator المفروض ان الـ electron تقدر تعدي فيه ليه الـ electron برضه ما بتمشيش وليه الـ ameter هيقرار لـ zero بكل بساطة لو احنا عملنا zoom in لحتة من الكاثد الكاثد دوت عبارة عن متل المتل دوت في وفي الـ electron صح انا عارف ان اي متل زي مثلا الكاثد اه بيبقى عندي ثلاثة مسلا او اتنين او واحد على حسب طبعا نوع المتل بالنسبة لـ الكاثدين كدن هم مش حافظ طبعا الـ المهم المهم بالنسبة للمتل مش مرهوف فيهم الـ atom بتطردهم برا بقى نلاقي ان هم بيخرجوا على طول وبيفضلوا يلفوا براحتهم جوه المتل وبنسميهم فيها مشكلة طب ما هم لما يخرجوا من الكاثدين 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 بس الكاثدين ليه؟ ما هو فيه اهو بتشده كل الفكرة ان هو الـ ما بين الـ وبعدها مش فكرة تغيرها فكرة ان هم في كل الـ وكتير وتقريبا قد بعض تبقى معنى كان الـ اللي بتأثر عليه بكامل بزيره لو اتحرك كده بقى هنا برضو الـ صح؟ طب لو اتحرك بقى هنا عند السورفس؟ لا مش بزيره ليه؟ لان اللي بيشده هيبقى بيشده لجوه بس ما فيش حد بيشده لبرا فاللي بيحصل كالتالي ان اي الـ بيتحرك في ليلي جوه براحته اول ما يجي يقرب من السورفس يلاقي اللي حصل الـ كلها بتشده تاني لجوه فبيروح راجع ما بيعرفش يوك فده اللي بيحصل ليه؟ الإلكترونز مش قادرة تطلع اصلا من الكاسود عشان الكاسود ده متال والسورفس بتال متال بيبقى فيه resultant attraction force بتشد الإلكترونز الجوه ما تخلاش تعرف ان هي تخرج برا السورفس بتال متال الفورس ديت اسمها تطلع اصلا من الكاسود دي الفورس اللي بتشد الالكترون اللي جوه دايما ما تخلوش انهو يخرج برا لايه السورفستال متل خلاص الالكترون بتقدر ان هي تتحرك جوه المتل برحتها مع ان اسمها فري بس فري جوه بس ما تخرجش برا خلاص عشان الالكترون دي تخرج برا السورفستال متل ايه اللي هيحصل انا بشبهتش به كده قريب شوية الدولفن جوه المية او السمكة جوه المية السمكة بتقدر تتحرك براحتها جوه المية الدولفن عشان يخرج برا المية بيعمل ايه بيفضل بزعنفته يدي نفسه كبيرة تمام ولما ييجي عند السورفست يروح حصله ايه يروح ناطس برا ايه مشكلة ده اللي بيحصل الالكترون لو انا بطريقة ما اديت كاينيتك انرجي للالكترون او خليت الكاينيتك انرجي بتاعت الالكترون تزيد فالالكترون هيحصل له ايه هيقدر ان هو هابدوة هابداد لو عنده هاي كاينيتك انرجي او دلوقتي لما عندي سوديوم اتون تعمل لوز الالكترون هي بتتحاول لايه بصتف ايون صح بصتف شارج عندي بيس وف ميتيال كبيرة على بعضها البيس وف ميتيال ديت كلها تعتبرد نيوترل لان الالكترونز والبوستف عينز اللي اتنين قد معها طب فيه الالكترونز خرجت من البيسوف ميتال كلها بألبيسوف الميتال كاتشارج هتتحاول لأيه بوستف اللي تشارج طب البوستف تشارج تعمل ايه في الالكترونز؟ تشده تاني هتلاقي الالكترون يروح مشدوتين هو زي الدولفن كده اللي هو اخد انرجي نط برة الميا فجأة لأ ان فيه جرافتي كبيرة لان ما فيش الفورس اللي يرررررررررررررررق تحت الاتنين قد بعض فما مش حاس ان فيه فورس بيفلوت جوه المياه. اول ما بيطلع مياه بيلاقي برا المياه بيلاقي الجرافتي بس بتروحش الداية بيروح نازل تاني. صح? هل بنشوفوه بيطلع ويروح طاير بقى الفور? لا ما بيحصل له. يبقى هنا الالكترون هيحصل له نفس الكلام. امتى الالكترون يطلع ويطير بقى ويكمل? لو في حاجة تانية بتشده من برا. ده اللي بيحصل الجوهة تيوب دي. انا لو قدرت اطلع الالكترون هنا برا. مش هيلحق يرجع تاني للكاسود. ليه? لان فيه انود اللي هو بوستفل تشارجت هيشده نحيطه. زي الدولفن نطفه روح نحن نصيدينه بالشبكة بقى ونطلعينه. يعني فورس من برا خارجية هي اللي تشده وتحركه. يبقى تاني. الالكترون لما يخرج برا بتاع المتال. لو فيه انود يبقى يتشده ويمشي نحيط الانود. تمام? ولما الالكترونز تشده وتمشي نحيط الانود. هتمشي هتكمل في السوركت فعلاقي ان الكران بقى موجود في السوركت. خلاص? طيب ده بشارك ايه? ان انا ادي انرجي للالكترونز. ادي انرجي للالكترونز ازاي? حاجة من اثنين. يا اما ادي لها انرجي. باي هيت. يا اما ادي لها انرجي باي لاي. يعني انا لو مسكت البيس اوف متال دو. اعدت سخنه. فبيطلع الالكترونز. دي طريقة. ان انا امسك البيس اوف متال. افضل اسكن فيها اولي التمبتر بتاعتها. فساعتها الالكترونز اللي جوه تجري اسرع. فتبدأ ان هي تخرج. لو انا حاطت انود يبقى تشد نحيطها. وده اللي هيحصل في التيوب ديه. ان انا هحط هيتر عند الكاسود. ده هيتر او فيلمنت. فالهيتر ده يقدر يخرج الالكترونز. اول ما الالكترونز دي تخرج الان ادي شدها. فيمشي كلا. الفينومنة دي اسمها تيرميونيك افكت. يبقى ايه يا تيرميونيك افكت? تيرميونيك افكت. انت ندخل عليه لايت. يطلع الالكترونز. فالالكترونز بتابزورب الانرشي بتاعت الالكترونز وتقدر ان هي تتغلب على السورفوس وتخرج. في الحالة ديه الفينومنة بيبقى اسمها يبقى ايه هي الفوتو الالكترونز. هي ايه مشكلة? حلو جدا. الالكترونز اللي بتخرج بيبقى اسمها انما الالكترونز اللي بتخرج بيبقى اسمها انا هتكلم دلوقتي الاول في البورد دي وبعدين البورد اللي بعدين نتكلم بقى الفوتوالكتريك الاول في البورد اللي بعدين نتكلم بقى الفوتوالكتريك افكت ما فاش اكتر من ما انا قلته ده فاضل بس الابليكيشن عليه خلاص يعني هو الابليكيشن ان انا بعمل هيتنج للكاسود فيروح مطلق الالكترونز لانا حاطت تيوب افاكويت ازاي دي اتحاطت قانون فتتشد ناحيتها الابليكيشن عليها هي حاجة اسمها كاسود ري تيوب اختصارها سي ار تي دايق احنا بنستخدمها كسكرين دي اللي هي في التلفزيونات مسلا او كده بس التلفزيونات القديمة اللي هي لها ظاهر من ورد خلاص دي اللي هي كاسود ري تيوب سكرين طبعا دلوقتي السكرينز كلها بتبقى اما مخ redu ہو اما ال اللي공 فيروح بم tér头 و هذه ال fulfيو مطال حلق integration ه realization الكاسود ري تيوب هي برضو بتتكون من فيكيوم تيوب زي اللي احنا قلناها هنا دايما لما عايز الالكترون места تتعمشي كده في فكيم gehabt او تطلع من كاسود او كده يعني الريز اللي تصبح اللي هي الكاسود الفكيم تيوب فهي فاكيام تيوب بالمنظر ده بنحط لها كاسود طبعا سبحان الله كاسود ريه بقى لازم يقفيه كاسود الكاسود ده متوسطى من negative potential عشان خاطر يخرج electrons وفي نفس الوقت لازم يتحطله هيتر عشان يقدر يطلع electrons by thermionic F عشان احرك او يشد electrons قلت انا لو سبته كده الواحده الالكترونز تروح لجه تاني فبقى لازم احط ايه عنود تمام حلو هنحط انود بس كده الالكترونز هتغبط في الانود صح? انا عايز الالكترونز تغبط في مين? في السكرين اللي في الاخر دي اوكي? مش عايزي تغبط في الانود فبنعملها كده بتكنيك قديم قوي كلاسيكا القوي انا دلوقتي مسلا صفا بتحب الشوكولاتة تحب الشوكولاتة؟ تماما فانا عايز صفا تلبس في البورد فانا هحطت لها الشوكولاتة طعم هي اتركت ناحية الشوكولاتة فهي هتشوفها من بعيد هتجري 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 ناحية الشوكولاتة في حجم الاتنين ياما الشوكولاتة تبقى الكشكول بتاعها ايه ياما لما هي اتقرب انا اروح موسع تروح هي تروح موسع يبقى تاني بحط هيتر الهيتر بيعمل هيتنج للكاسود بيطلع الالكترون باي سرميونيك افكت الالكترونز دي هتشد ناحية انود الانود بعمله ترابد شوية بالمنظر اللي احنا عناه بنخليه على شكل انود بس هما بيبقوا بالمنظر ده ده بيبقى الانود فالانود بيبقى انما الكاسود بيبقى فالالكترونز هتطلع من الكاسود تجري 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 تروح ناحية الانود فهي شايفة من بعيد فبتتشد ناحيتها بس اول ما بتقرب بتلاقي ان الانود ده هوت عبارة عن تراب تلاقي ان هو مفتوح من النفر فبتروح ثالثة منه وما بتخبطش في الانود لان هو من كل النواحي قد بعض يعني هو كله كلهم قد بعض من كل النواحي فهو بنجرد ما تخش في نصه تقريبا ما فيش فورس تعتبر او الريزولت ان فورس اللي بتقصر عليه تعتبر بزير فبيفلت من الانود الاولاني بيتشد ناحية الانود التاني بيفتكر هو ده بقى اللي هيروح له في الاخر برضو بيفلت من الانود التاني بيبقى واجهي كبيرا لان هو بيحصل له كل ما بيعدي على انود اول ما يفلط من الانود التاني بيبقى اخذ سرعة كبيرة قوي ما الانود بيحاول يشده تاني نحيطه بس ما بيلحق. خلاص زي ما فيه شخص ما بيحاول ان هو يفارمل قبل ما يخبط في الحيطة بس ما بيلحق. تمام? فبيحصل ايه? يخبط في الحيطة. او بالنسبة لي هنا تعتبر الاسكرين. الاسكرين بقى دي من جوه بتبقى بفلورسنت ماتيريال. يبقى دي كده بنقول عليها فلورسنت سكرين. لما الالكترونز تعمل هتنج للفلورسنت سكرين دي. فبيحصل براية سفوت. في سفوت بتنور. فاكرين الفلورسنت لام. لما قلنا لما الانود بتغبط في الوالز بتاعت التيوب من جوه. والوالز بتاعت التيوب ديت فيها فكان ايه اللي بيحصل? فكان بتنور. صح? فانا نفس الكلام. الالكترونز ديت لما بتغبط في الفلورسنت سكرين. بالاسفوت ديت بيحصل لها ايه? بتنور. كده انا اعمل الجزء دوت اللي هو اسمه الالكترون جاند. ده اللي هو الهيتر مع الكاسد مع الانود. دول كده على بعض. اسموهم الالكترون جاند. اللي هو المسدس بتاع الالكترون. دول عمالين يضربوا الالكترونز باستمرار. خلاص? بس كده انا ما عملتش سكرين لان انا مخلي نقطة بس على السكرين هاي اللي اتنور. انا عايز النقطة ديت تتحرك زي القلم كده عشان خاطر ترسملي حاجة. فبنعمل ايه عشان خاطر نحرك الالكترون ديت. بنحرك الالكترون بيم دوت. عن طريق تو بلايت. بلايت. او تو بلايتز 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 واحد فوق كده واحد تحت دول اسموهم واي بلايتز. الواي بلايتز دول بنحط عليهم بتينشال ديفرنز اندبندنت على اللي فاتوا دول على الانود والكاسد والكلام دوت. ماشي? الفوتينشال ديفرنزات لو هو اللي فوق خليته واللي تحت نيجاتف. فايلا هيحصل? الالكترون بيم اللي ماشي اللي هو كله نيجاتف للتشارجت هيبدأ يتشد سنة ناحية الفوتف ويربيل مع النيجاتف صح? الالكترون بيم اتشد سنة ناحية فوق. فخبط هنا. ايه مشكلة? حلو. طب انا لو زودت البوتينشال اكتر اللي هيحصل. ده يترفع لفوق اكتر. صح? لو قللته هيرجع تاني. لو بقزيل ويرجع تاني. لو عكسته يعني خليت اللي تحت هو اللي فوق نيجاتف. البيم ينزل لتحت. يبقى معنى كبه البوتينشال اللي هو ما بين اللي هم اللي هم اللي هم اللي هم قادر ان انا اتحكم في بتاعة او الالكترون بيم اقدر احركها الفوق التاعة. في ايا مشكلة? قادر اعمل نفس الكلام بس هوريزونتالي. ان انا اجيب تو بليت. تو بليتس بالمنظر ده. دول كده اسموهم اكس بليت. دول برضو بتاعهم يقدر يتحكم بقى في بتاع الاسبوت يمين وشمال. دلوقتي اللي بيحصل كالتالي. الفولتج البيتس بيكون بيكرر نفسه باستمرار. بحيث حاجة زي كده او هو اي سي بس مختلفة غير اللي هي المهم ان هو بيخش بحيث ان هو يعمل كالتالي. يخليلي في بداية البيم دوت فوق خالص عالشمال. يعني انا لو بصيت للسكرين كده من الوش. هيبقى دي السكرين من قدامه. خلاص. البيم نازل هنا كده. فوق خالص عالشمال. هي مشكلة فيخليه الحتة دي تنور. وبعدين بتبدأ بتاع الاكس بليتس يتغاهر بحيث ان هو يفضل يحرك لي دي المنظر ده. لحد ما توصل للاخر. اول ما توصل للاخر. بتاع الواي يخليها تنزل لتحت سنة. وبعدين تنزل تمشي كده لحد الاخر. بعد ما توصل للاخر تنزل سنة. وهكذا. لحد ما اللي كلها تنور. تمام? اول ما توصل للاخر خالص. تروح راجعة تاني للاول. وتروح عامل انافس الكلام. بتوصل للاخر خالص تروح راجعة تاني للاول وتعمل نفس الكلام. في ايه مشكلة? بتعمل كده. يعني هي بتمشي بسرعة جدا. لدرجة ان هي بتمشي الاسكرين كلها من خمسة وعشرين لتلاتين مرة في ثانية الواحدة. دي اللي هي بيبقى اسمها فريم فرساكند. يعني مثلا ان الشاشة دي تلاتين فريم فرساكند. يعني معنى كده. ان هي بتلف وتفضل تمشي كده لحد الاخر وبعدين ترجع تاني للاول. وتمشي لحد الاخر تلاتين مرة في ثانية الواحدة. فانا مش هلحق اشوفها بتطفي. يعني انا هلاقي ان الاسكرين كلها منوارة. ان الفلوريسنت ماتيريا ما بتطفيش مرة واحدة. يعني الفلوريسنت ماتيريا لو انوارت. تمام? بمجرد ما الايونز تمشي ما بتطفيش مرة واحدة. بتاخد فترة كده حوالي 50 ميلي ساكند مش فاكن الرقم بتاعها بالزبط قبل ما تطفي. فهي لما توصل الاخر بتكون الحتة الاوانية لسه ما اطفتها. تمام? اول ما توصل الاخر الحتة الاوانية تبتدي من هي تطفي. فتروح رجعها تمشي. تروح ماشي كده. في اي مشكلة? فيه من الفكرة? دي اسمها راستر با راستر. اللي هي تفضل بتعمشي كده. اللي هي بتعمل راستر اللي هو زي بتاع كلها اسمها فرينج. الخط الواحد اسمه راستر. خلاص? ما علينا مش مهم. بس? هلأ انا كده عملت صورة? انا كده ما عملت الصورة. انا كده عملت ايه? انا خليت الشاشة كلها منوار. عايزيني ترسم رسمة على الصورة دي او يتعرض فيلم. وطبعا هنا انا باتكلم بشكل مبدئي على التلفزيونات اللي هي ابيض ويسود. خلاص? عشان بس الموضوع يبقى ساف. الصورة الابيض ويسود هي عبارة عن ايه? يعني تعالوا كده انا اتخيل رسمة ابيض ويسود. ده كان ميكي ماوس بس طالع من فيلم رعب. خلاص? انا عشان خاطر صورة زي دي تطلع على التلفزيون او تطلع على الشاشة. الفكرة في فرق الانترسي. انا لما يبقى عندي ورقة وعايز ارسم عليها. فهو كل الفكرة ان الحتة اللي انا متقل عليها مسلا باللسود يبقى دي قليلة. اللايت اللي هو بيتعكسني منه قليل. الحتة اللي هي بيضة يبقى دي عالية. وهكذا. الحتة دي متوسطة. انسوهم. هو الفكرة ان انا غير في الانترسي. يبقى انا لو مسكت الشاشة دي. عملت زوم او انا قربته وحطيت عدسة مكبرة. هلاقي ان ياب تتكون من حاجات اسمها بيكسل. خلايا صغيرة. فانا الخلفية لو بيضة مسلا. هلاقي ان البيكسل الاولينية اللايت اللي فيها عايز. او اللي طالع منها عايز. بيضة. خلاص? يبقى معنا كده منورة اوي. البيكسل اللي بعدها نفس الكلام. انسوهم. اهو يمشي يروح منول الحتة دي كلها بحيث ان الخلفية اهو عايزها تبقى بيضة. يرجع تاني ينول كل ده. يجي عند الودن هنا. دي مسلا جري. يا مستر ودنه سودة. لا ما هو ده عشان خاطر عيانه بيموت خلاص فهو ودنه جري. تمام? فيبقى الحتة دي هلاقي ان بتاعتها نص نص. يعني هي مش ضلمة خالص. مش تنورة اوي. ده حاجة فعشان كده طالعة لونها ايه? جري. ايه مشكلة? حلو. وكزا. تيجي بسا عند عند عينه. تبقى الحتة دي سودة خالص. مضلمة خالص. ايه اي مشكلة? لو مسكنا اي فيلم ابيض عملنا ببوز. وقفناها عند حتة معينة. ويجينا عملنا زوم ان للصورة. هللاقي ان الصورة متكونة من بيكسل. بيكسل بتاعت الجري كلها. وفي بيكسل بتبقى بيضة خالص. دي اللي هي اقل حاجة. في بيكسل صودة اللي هي اقل حاجة. احنا كل اللي احنا عايزين نعملوا ايه? اني وراي نازل او بتتحرك على السكرين. انا عايز اتحكم في بتاعتها. حتة عالية حتة عالية حتة متوسطة عن سوق. نتحكم في ازاي? عن طريق ان انا اتحكم في اللي في البيم او في الانترس بتاعت البيم نفسها اللي احنا بنسميها الاي بتاعت البيم او الانترس بتاعت البيم. ازاي يتحكم في الانترس بتاعت البيم? عن طريق ان انا حط كومبوننت اخيرة هنا. اسمها جريد. الجريد دي او الشبكة دي بيبقى عليها نيجاتيب كوتينشل. والنيجاتيب كوتينشل ده يعني لو هو زيرو. الالكترنز هتعدي كأنه مفيش حاجة. لو هو ماكسل ده اللي هو يبقى او قد بتاع الكاسود نفسه. بتاعتها الالكترنز اللي جاية كلها هتروح راجعتين. يبقى ما فيش حاجة توصل للنسبة. يبقى انا لو مخلي بتاع الجريد داوة تمام? اللي هو يعتبر بالنسبة لي كابسلوت يعتبر خلاص او سوري يعتبر اقل حاجة طبعا كنجاتيب كبير يبقى معنا كده هو كفاليو صغير. ما علينا? لو كبير جدا كنجاتيب فاليو او كابسلوت فاليو ليه. يبقى معنا كده هيروح عامل ايه? لكل الايكترنز. لو بتاعه زيرو يبقى هيعدي كل الايكترنز. في اي مشكلة? لو نص نص يبقى فيه شوية هيعده وشوية ايه? مش هيعده. فاللي بيتحكم لي في البوتينشل بتاع الجريد داوة مين? اللي جاي من بره. يبقى انا مسلا لو هتفرج على متشا عالتلفزيون مسلا خلينا نتكلم عالتلفزيون الارض العادي وابعد عشان خاطر يبقى للموضوع. فاللي بيحصل كالتالي. ان اللي بتخش في الانتنة وبتخش لي في التلفزيون بتخش جهو الجريد. كل اللي موجودة التانية دي طالعة من التلفزيون النفطة. انا بتحكم فيها من التلفزيون النفطة. كلها بتيجي منين? من الجريد. فهي بتيجي بتفضل تغير لي في الانتنس تي. فطول ما البيم رايح جاي بيعمل بالمنظر دوت. بيروح رسم لي فريم او رسم لي صورة. تمام? طبعا الفريم ده بيتمسح لوحده او بيتشل لوحده بعد اللي احنا قلنا له او حاجة زي كده. بس ايه اللي بيحصل? البيم بيرجع تاني لأول ويروح رسم صورة وراها. فريم وراها. بعدين يرجع تاني لأول ويروح رسم فريم وراها. زي ما قلنا من خمسة وعشرين لتلاتين فريم بير ساكند. يعني معنى كده انا مش هشوف الفريمز ديوها بتترسم. انا شايف قدامي سرعة مرة بتتحرك. تمام? شايف ناس بتلعب كرة. شايف فيلم شغال. شايف ناس بتتحرك من حتة لحتة. بس هو في الحقيقة هي فريمز بتمشي على بعض. تمام? في اي مشكلة? خلو جد. يبقى بتكون من كسد وانت ودول اللي هما سمهم الهيتر مسؤول ان هو يطلع لي الاليكترون بيصير ميونيك افكت. الكاسد والانت بيعملوا اسمه دوت عشان تاخد سرعة وتخبط في الاسفرين. الاكس بلايت والواي بلايت بيتحكمه او بيعملوا للبوينت او للبرايت سفوت اللي على السفرين او الاليكترون بيب نفسه. بتتحكم في بتاعت الاسفرين. في اي مشكلة? الاوبريشن زي ما شفنا ان هي بتفضل ترسم راستر باي راستر وتعمل فريم وبعدين ترسم فريم وراه وفريم بعديه وهكذا ففي الاخر ترسم لي صورة ولا صورة ولا صورة يبقى انا كده عملت سفين وبتعرض لي صورة متحركة. التلفزيونات اللي هي بدأت تبقى الوان. كانت نفسك الموضوع بس الفكرة ان هو ثلاثة جنب بعض قوي. ويه? ثلاثة جريد كل جريد بلون. اللي هم ريد جرين بلو. والثلاثة بيم بينزلوا في سل واحدة في نفس الوقت. بس السل الواحدة سوري اه في بيكسل واحدة. البيكسل متقسمة من جوة ثلاثة سل. السل اللي هي بتبقى وسل اللي هي البلو سل اللي هي الرد. لو جبت عدس المكبرة على التلفزيون وببسطت عليها هلاقي تلاثة سلزة موجودين جنب بعض. وكل واحدة بلون. حتى اللي هم الال اي دي والال سي دي برضو نفس الكلام. بتبقى كل فكسل من جوها تلاثة سل. بس الال سي دي بيبقى انما الال اي دي بتبقى بتبقى تلاثة لهمة جنب بعض. فتخيلوا مسلا التلفزيون اللي هو الف تمانين في الف تسعمائة وعشتين. دول اضربوهم في بعض. يعني دول عدد البيكسل كده في عدد البيكسل كده. بقى اشوف عندي كم بيكسل. اضربو في تلاتة يبقى دي عدد السلزة. كل دول اللي مباطن. خلاص? والله كتير جدا ايه. حد عنده مشكلة? تمام. طبعا اللي عليها هو الكاسود ريتيوب. يبقى الكاسود ريتيوب بتاعته تعتبر ايه؟ استير ميونيك افكت. خلاص? طيب ويه الوزيز بتاعته? يوز في السكرينز بتاعت التلفزيونز ويه الكمبيوتر. القديمة طبعا. اشتركوا في القناة